في حلقة جديدة من برنامج السواء الرياضي بالتأكيد أحبة المشاهدين ما زلنا متواصلي معكم في متابعة أهم أحداث الساحة الرياضية وكالعادة سنسلط الضوء على العديد من المتابعات والأخبار الهامة وصولا إلى محور حلقتنا الرئيسي رياضتنا وغياب القوانين وصراع المؤسسات الرياضية لكن قبل ذلك دعوني أرحب بضيف البرنامج اللاعب السابق والأكاديمي والمدرب الكابتن عقيل متعب أهلا وسلم بك كابتن أهلا بك أستاذ ومساء الخير عليك وعلى جميع المتابعين مسرورين بحضورك وتلبيتك دعوتنا بالعاكس آني أتشرف أنت وين مختفي عن شاشات التلفاز؟ لا بالعاكس مرور كنت لعبت منتخب أولمبي واحترفت خارج العراق في البحرين وسوريا وغيرها مثلت العديد من الأندية العراقية لكن ظهورك قليل بالشاشة يعني مو قصة قليل بس هي تعرف مرات صادف بأنه لون شغالك أنا الحمد لله عندي التزامات بالجامعة وعندي تدريب فمرات يكون الوقت هو السبب يعني أكيد أكيد بس أستحنا يومكم ونتشرف إن شاء الله وأكيد راح نستفاد من طروحاتك كابتن إن شاء الله أنا أعرف بك أحبة المشاهدين نبدأ بمتابعتنا الأولى طبعا مدرب منتخبنا الوطني ستريشكو كاتانيتش رفض المشاركة في بطولة بنغلور في الهند الانتفاء الجدوى الفنية حسب ما صرح وأيضا أراد أن يريح لاعبي المتخب الوطني اللي يلعبون بالدور العراق الممتاز بعد موسم شاق وطويل جدا كابتن شن رأيك بهذه البطولة وقرار المدرب طبعا أنا موي قرار المدرب قراره صائب جدا هذه البطولة طبعا هي بطولة قديمة أعتقد يعني قبل 20 و25 سنة هي كانت موجودة أو أكثر وكان الإراق يسيطر عليها على فكرة هي بطولة شعبية يعني ما بيها أندية أو منتخبات أربع منتخبات تجارية هي الوطول يعني يشاركون بها الفرق الضعيفة قرار صائب أنا أشوفه من المدرب الوطني بأنه ما بيها فائدة فنية للفريق ووضافتنا لأنه أتهم لود لاعبين فالراحة وأنا أشوفه كان صائب بقراره ما بيها فائدة يعني يعني ما بيها فائدة بعدين نحن تعرف دورينا مرهق كابتن يعني دوره طويل وكذا فأراد إراحة اللاعبين بعدين عندنا مباراتين مثل ما صرح واسل قورقيس طبعا المدير إدار المنتخب الوطني تحياتنا لقال أنه مبارات مع ليبيا وتونس وغرب آسيا استعداد لهذه البطولة قبل عشر تيام يجمع اللاعبين فعلا أنا أشوف يعني كانوا صائبين بهذا القرار بس يعني المباريات أشوفها أيضا هم قليلة راح تكون قبل تصفيات كاس العالم نحن ذا نحكي على البطولة اللي بالهند فما تتقارن بهذه المباريات الاثنين اللي يسويها مع تونس وليبيا هذين استفاد من أتها فنيا بس البطولة بالهند أعتقد راح تكون منهقة وما بها أي فائدة فنية وبالعكس راح تسببنا اهتموها المشاكل أكيد أكيد إذن كل التوفيق المنتخبنا الوطني إن شاء الله خلينا نأخذ المتابعة الثانية كابتن طبعا انتهاء فرش أرضية ملعب الحبيبية الدولي وإن شاء الله الملعب سير النور قريبا احتمال في شهر آب يكون جاهز يعني حسب ما توارد الوسائل الإعلام خلينا نتابع هذا الفاصل ونرجع اشتركوا في القناة يعني عندي خبر بأنه الوقت ساحتين وخمسة وعشرين دقيقة نعم واعتبر هذا يعني تقريبا من تأكد من 90% ويعتبر بعد نادي الريان القطري بأنه أسرع فرش أرضية على مستوى الخليج يعني وأكثر من الخليج نتمنى تكون الأرضية صالحة وجيدة بمو بعدين تطلع العيوب والمشاكل لعبتين ثلاثة أتوقع أرضية بلوني خليط هذه المادة يعني من مواد صناعية كابتن ترى الأرضية يعني مو ديش الصعوبة فرشتها وهذا يعني ذاتها تشعى على مستوى أوروبا بس إحنا عدنا صارت معظلة يعني هو ترى صالة فترة طويلة كنش مترك في العمل هذا هو تقريبا ملعب ناقصة بس للمرافق لبقية الملعب وراح يكون جاهز لخوض البطولات ومباريات بشهر الثامن طبعا راح يكون يفتتاح منتخبنا الوطني وأحدى المنتخبات أو منتخب من الخليج نعم أو أحدى المنتخبات الخليجية أو يسوون منتخب من الخليج ويفتتحونا بشهر الثامن يعني مشابهة لملعب ليفاربول طبعا تقريبا يعني تقريبا إن شاء الله نتمنى أن يتم إنجاز هذا الملعب لكن أكو سؤال مهم جدا بصدد كابتن يعني هذا الملعب يغني العاصمة الحبيب وبغداد عن ملعب كبير ستعرف هذا طاقة السعابية 30 ألف 30 ألف يعني بصراحة أنت شفت المشكلة اللي صارت لعبة الزورة والجوية وصارت يعني صرنا حديث وتدر إحنا هسب صدد رفع الحضر عن بغدادنا الحبيبة المفروض كان يكون الملعب يعني بصراحة اللي نحلم به إحنا كرياضيين وكجمهور رياضي ما يقل عن 100 ألف متفرج لأنه أنت 30 ألف يعني مو ميست حاجة يعني المباريات العادية بالدوري لكن أنا شوف الصراحة هاي الملعب الزغيرة لا تسمن ولا تغني من جوة تبقى مباراة الفريق جماهيري واحد مع فريق يعني غير جماهيري إيه بس فريق مثلا أنت شفت الزورة والشرطة الزورة والجوية طلبة يعني مشكلة تصرعتنا فإحنا كنا نتمنى نشوف بأنه ملعب ثاني بغدادنا الحبيبة أنا عندي ملاحظة يعني احتمال مو مقتها الملعب اللي هدتنا إنه يا هاي الشقيقة السعودية قلله العدد مالت إلى أعتقد 60 متفرج وليش لأنه صير مضمار وصير مرأف وصير ملعب ثاني إحنا نتمنى يصر لأدنا ملعب 100 ألف متفرج إحنا العراق يعني نعم إحنا إن شاء الله قادمين على بطولات هاي شبينهم جماعتنا يعني ليش ما يسوي ما عدني ما عدني وين في الستروح كابتن إحنا سألمكي ترياض ر سياسة ليش كابتن مو سياسة لأن احنا الرياضة يعني هسا جاي نتحدث عن الملعب إحنا مظلومين ترى يعني هاي الأموال وين جاي ترى مظلومين بصراحة كابتن مليارات جاي تنصرف للرياضة أو لا مليارات والله مظلومين ترى الملعب مو مفت شي يعني أوه يعني هسا ترى أكعد أكد مشكلة هسا مدربين ومنتخب الناشئين ومنتخب الأشبال والشباب يعني ذاك اليوم إحنا قاعدين ببسط رياضي يعني من السادي عانون وين سمرنون هو منتخب عراق يعني إحنا لو عدنا كذا ملعب يعني حرامات أنا راح أقول لك فاد معلومة أنا لعبت بالدوري السوري موسم عدتهم ملعبين الملعب بنائلهم الجيش مالهم يعني من خسر أو شي و عدتهم ملعب بصف ملعب ملعب تدريب و ملعب لخوض المباراة الرسمية مع احتراماتنا الجارس أعتقد جهة واحدة يعني تقدر تبني النملعب برأيك يعني إذا كلفوا بهذا الشي وجاء الحشدي الشعبي و نعم يسوها لو ما يسوها بالأمانة يعني بالأمانة بس ملعب بعد ما بنو أي يعني أنا هستاذ نشوف حتى مرات نزلوا للشارع سووا كم مشروع سووا يعني فتحوا زخم مروري و الشي يطلعون هالحشد ما تقل لي رفعت راسنا بصراح الحشد و النعم منه من كل الأبطال كابتن خلينا انتقل لي المتابعة الثالثة طبعا ضربة جزاء ظالمة احتسبها حكم مباراة نفط الوسط و غزلان البادية ناد النجف وهي يعني سلبة حق النجف في نقاط المباراة الثلاث طبعا مهزلة هذه الضربة يعني من المعيب و من المخجل أن تندق هذه الضربة هو طبعا أشرها ضربة الجزاء بناء على راية المؤشر مصطفى مصطفى محمد الحكم المساعد لكن والله ما أعرف يعني حتى لعمة يشوفها خارج الجزاء يعني مباراة متابعة و منقولة و الناس يشوفها خارج العراق يعني زحمة هذا يسيء الموضوع للصافرة العراقية يسيء طبعا للحكم العراقي اللي أثبت كفاته في آسيا و في المحافل الدولية خلونا نشاهد هذه الضربة أحبا المشاهدين بينما يجهزها الساد زيد يعني ما أعرف كابتن شاهدتها أكيد طبعا شاهدتها بصراحة يعني صعبة نعم يعني الحكم المساعد اللي هو المراقب الخاط ما أعرف وين كان بال نعم بصراحة كان إحنا عتبنا على الحكم الدولي كابتن هيثم كابتن هيثم حكم وإلى تاريخه كان المفروض هو إلى تدخل إيجابي بهذا الموضوع أما الكابتن الحكم المساعد الحكم بصراحة مشكلة بالله صعدنا هاي الصورة خلي علقنا عليها ساد زيد يعني هاي يمكن تنسجم ويا الحالة مو شو تقول بصراحة ما تنسجم لأنه الراد أصعب بعض أصعب بعض مو مشكلة يمكن حتى هذا الحكم الضرير يمكن هم كابتن كابتن إحنا مرات شاهد كابتن شاهد عاش لدك ساد زيد يعني باوح حسنو الحكم الوسط وين حكم المساعد وين كان يهم على خط زين والحكم كابتن هيثم قريب قريب إجاي تمشي يعني قريب إجاي باوح معرف بصراحة لا تعليق كابتن طوار أنا أسمعت خبر بأنه تم حرمانهم أربعة شر رسالة طبعا من الحكم العراقي المغترب مويد كاظم طبعا يا أهلا مسحة حكم دولي يقول قرار الحكم الأول كان صحيحا عندما أشاره في البداية إلى حالة لمس خارج منطقة الجزاء ربما تكون غير متعمدة كابتن ركز ويا بالرسالة لكن قد أثرت على مجريات الهجمة ولذلك كانت ردة فعلة طبيعية باتجاه مكان الخطأ الذي توجه إليه بشكل مستقيم مع الإشارة باليد لقربه من الحالة قريب يعني مضبوط هسنا متفقينوا يا الحكم الدولي مويد كاظم وعلمه بأن القرار لا يستوجب الاستئناس برأي الحكم المساعد متأكد من الحالة متأكد وحرك الاشياء مالت وجدتين مو مالضربه جزاء قريب يعني نحن نعرف مني صفر ضربه جزاء ينطلق وتأش أشياء لكن يقول بس باوع كابتن يعني مع المشكلة كابتن شي يقول الحكم مويد شاهد شاهد بعيدة يعني ما أعرف يعني تمال كان سوء تقدير وكان يجب عليه الإيحاء أو الإشارة للحكم المساعد بأنه اتخذ القرار الصحيح لوضوح الحالة عنده لذلك شوف هنا الرأي يتحمل الحكم الأول مسؤولية كاملة لأنها ليست كحالة أن يعطي الحكم الأول ضربة جزاء وتلغى بعد تدخل الحكم المساعد زين هو الحكم الأول خالص تقديري لك ولضيفك الكريم نتشرف وسلامنا للكابتن يتحمل كابتن هيثم يعني هنا الكابتن يقول كابتن هيثم كان قريب نعم وحتى الحركة وإماءات الحركية كانت تدلبة أنه ضرب خارج فاول ضرب خارج متجزاء ضربه غير وباشرة ومباشرة حسب تقديره بس شون صار ضربة جزاء يقول مثلا لو هو عالم ضربة جزاء ورايح مستأن السبرايل المساعد يلغيها مو مشكلة مو مشكلة بس هو بالعكس لكن كان يجب أن يوحي بتصرفات معينة أنه هو كان المفروض يروح يستشير يأخذ من عنده يشتنش براية بعدين انت سمعت الحديث اللي دار من إدارة النجاف يقول لك مانعين سيارة ما للحكم المساعد مصطفى محمد أمن الملاعب طبعا اللي يتابعين للمحافظة يقول فهي كانت ردة فعل هذا ما متوقع بصراحة الناد النجاف نظلمه نعم وراح تعبهم ونقاض مباراة راح اتمنعتهم نحن نتمنى لحكمنا كابتن هيثام وكابتن مصطفى التوفيق إن شاء الله بمباريات القادمة ونتمنى بأنه يكونون دقيقين بقراراتهم اذا أتسمح لي مرات احنا نتفرج على مباريات أوروبية صير بها افطار صير بأدنا نقاش نعم فاحنا نعيدها نعم وعيدوها فيديو وهس تقنية الفار نعم ونختلف وبعدين يشوف قرار الحكم كان صعب هل أنت مع هذه التقنية أنت تطبق في ملاعبنا بس يمكن المباراة الوحدة تصير يوم وين نحن تجرب كل حال اعتراض نعم مهموم الحق الله يعترض تبدي المباراة في السبعة الصباح السبعة الصباح السبعة الصباح الدوري صارت لد سنة ها ينظمها فقط في الدوري الذي ينظمه دوري العشائر شاهلت دوري العشائر مكابتن؟ بالمدينة احتقالين هكذا هذا يفيد به بس هذا دخل إذا دخل به شيخ العشيرة تلغي الجزاء تلغي طبعا وقل له هاي واقع الفلان وهاي واقع الفلان وقعنا رميتين وزاوي كابتن لكن يعني بصراحة انا شر البلية ما يضحك بصراحة احنا الدوري مالتنا منقول قناة الكاس واكو ناس تتفرجنا والحمدلله يعني عندنا ناس تابعين من كل ورحالم يعني اللي يشوف هاي الحالة بصراحة كابتن أمرك ما يقارب الاربعين سنة لا قيل لا تكبر يابا تسعة وثلاثين ما هي تسعة وسبعين انت؟ ايه ايه مبايقين الاسئلة كابتن يعني شاهدت هج ضربت جزاء بحياتي؟ بصراحة ماش ماكو وهاي لازم تنظف التراقف كابتن عوف الدوريات بالفرق الشعبية بغيرها بالفرق الشعبية تصير بحالة وحدة إلا ذال حكم يعني متفقين بس هاي مصايرة يعني كابتن كابتن حتى ذال حكم لا يزيد يجداشه ويركض يجي هم يلحق هم يدقه يعني ما صايرة والله ما صايرة ما صايرة وانت جاي صادر جهود فريق يعني احنا نتمنى ذا يسمعنا كابتن هيثهم وكابتن مصطفى يكون لهم تداخل ورأي وحق الرد يعني مكفول كابتن زي أنا سيلكسوال يعني تعرف انت أصدقائنا هم وناس يعني احنا نعتز بهم وكذا لكن لو كنت انت في لجنة الحكام شن العقوبة اللي صدرها بها الصدر ما اني قلتلك انا سمعت بانهم حارميهم انت انت لو انطيك هسا القرار بصراحة يعني انا لازم اسمحهم اش تسمع كابتن؟ يعني اسمح كابتن مصطفى رقم واحد وكابتن هيثم لازم اسمعه يعني راح يقول لك انا شاهدت الحالة شو اقعتها ضرب الجزاء؟ اذا يعني مثلا اشوف تبريره شنو؟ لانه لازم حقه لازم تسمعه احتمال اكو شي شاف وهو احنا ما شفناه شنو شاف كابتن؟ شاف الغيم؟ يرجم الغيم؟ يضرب الجزاء؟ الشر هو هي خارج الجزاء؟ يعني مهدم تار يا كابتن؟ كابتن انا ادري بيك صريح خارج لا 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 مو صريح مو شغلة صريحة وهذا بس هذا الحق؟ فاك يجب ان تكون عقوبة صارمة؟ فعلا لان هذه جاي صادر جهود الأندية وتعبهم وجزائي ثلاث نقاط تفرق لها من معكز لا الله انا اني وياكب هذا الكلام المفروض يصير عقوبة وتعرف العقوبة ما تنزل ميشان واحد بالعكس تكون دافع للأمام وللتطور قوة ما انفضها ونقول بناتهم ولدوا لا يودا جزائي انا كابتن مصطفى مومن الفريقين نقول ها ها بيناتهم فضوه بدي فضوه بدي هاي رح يترجعنا للدور ومال أشاهد نرجعنا للدوري كابتن والله حالة معيبة يعني مثل ما أنا تحدثت في بداية حديث حديث إشارة صارت إشاءة كبيرة للصافرة العراقية فعلا حكامنا أثبتوا جدارة بكل المباريات اللي قادوها المباريات الدولية أنا عندي سؤال كابتن لما يصير طاقم تحكيمي نعم هؤلاء الحكام والثلاثة أكو تنسيق بيناتهم مثلا يعني أكو تفاهم لغة تفاهم لغة إشارة يعني محكمين مع بعض قبلين غيرك أجهزة تواصل بيناتهم يا كابتن لا أنا أقصد قبلها يعني محكمين سوى يعني يعني مثلا هو شينو كابتن هما يلعب بينيات مثلا لعبة وواحد يفتهم الداخل أنا راح أقول لك ليش يا كابتن لأنه هاي ضربة الجزاء تخليك تفكر يعني أكثر من مرة يعني مثلا حكم المساعد وين كان حتى لو تعييده كان يهم خط واحد يعني حارك تزيل زيودي ويانا أستاذ زيد زيد هيتل يعني لو تقول مثلا كان نشاهد هالحالة كابتن يا ريت خاضر ما نظلمهم يعني أي كابتن يعني لكن الحكم يجا يتمشي ليش يتمشي كابتن احنا متعلمين يعني قريب على الحالة يعني وقراره مو مع الجزاء ها بضبط ماكو واحد يبهيش ورود ينتظر بالجزاء الحالة كانت يعني هو كان قريب معناته يعني متأكدي من قراره وكابتن كان قريب لو بعيد باوة كابتن باوة يعني هاذا هسا شوفها بعيدة بعيدة شوف الحكم وين يعني وياهم خط باوة الحكم يعني واقف كابتن هي هنا مشكلة يعني انت استغلت أسأل حجب الرؤية عن هذا اللي يا أصطفى محمد شي سيلك بعد التواقف وياهم يعني هنا إذا مثلا الأوف سايت نقول لها بعبارها متبين بصراحة أنا ما عقوبته نعم ما عقوبته حتى عقوبته حتى عقوبة هيتم محمد علي طبعا هم مقادر كلهم من تحكم راح يزعل منك صديقك هيتم محمد علي أخوي وعلى راسي بس هذا يعني حق أكيد أكيد نتمنى أن نتجاوز هذه الحالة نتمنى أن نشوفها بأفضل حالة إن شاء الله إن شاء الله هذا النجاح للدوري والنجاح للكون الإراقية والصافر الإراقية عامة وكابتن يعني نحن صراحة مثل ما تحدثنا ضد الحكام لحد الآن ما أثيرت أي حالة فساد أو رشا أو شغلات أخرى على حكامنا ما شاء الله بعيدين كل البعد عن هذا بعيدين بس تعرف هي هم مهارة وفين وإحساس ومشاعر مرات إجوز مكان متوفق توفيق من الله بسكوا بعض الحكام عندهم كروش اسمان هسا دولة زينين يعني لا لا محافظين ما شاء الله محافظين وشباب إن شاء الله نتمنى أن يكون هذا خطأ يعني غير متعمد متأكد أنا غير متعمد إن شاء الله المتابعة الرابعة يا أحبة المشاهدين النائب في البرلمان العراقي سيد عباس عليوي ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية طبعا ناشد بتخصيص أموال لأندية المحافظات الأندية الأهلية غير المؤسساتية يقول حتى تتخصص بالموازنة موازنة تنمية الأقاليم ونتجنب موضوع أنه الحرج عن المحافظين لأن دائما شاهدنا المحافظين يتنصلون من دعم هذه الأندية وشوف الأندية يومية مشكلة يومية يعني عندنا أندية مثلا ديوانية كم مدربتنا للسماوة وغيرهم وغيرهم هذه الأندية على سبيل المثال على سبيل الحصر فكابتن يعني شين رأيك بها المناجمة؟ بصراحة تحية للكابتن عباس أنا أرف كابتن عباس قبل أن يصير بلاعب اللاعب السابق يعني هو رياضي قبل طبعا أنا نياض هذا المقترح وإن شاء الله ننقر القانون نحن نريد أن نناقش عندنا خلينا أخذ مثال مصدر الدوري اللي هو نادي الشرط نعم شوف ميزانية نعم وشوف ميزانية أبو النجف نعم فأكيد راح تكون الفوارق واضح هذا يقدر يجيب أفضل اللاعبين وأفضل المدربين وأفضل المعسكرات وأكيد راح يحقق نتائج أما محافظة النجف منتظر منتظر عطف المحافظ منتظر عطف الميسورين منتظر عطف التجار والكارثة نادي مثل محافظة جماهيرة كبيرة نادي مؤسساتي نادي مؤسساتي ما عندك أسحنا ليش نحن نشوف الفرق النفطية نجحت نعم لأنه عدتها استقرار ماتي نعم تابع المؤسسة طبعا أنا نياب هذا القرار ونشد على إيده ويا رب يكون قرار تحت قبة البرنامان ويصوت عليها بأسرع وقت لأنه هذا راح توفر عدالة الكافة الأنتي يعني مثل ما أنت قلت هاي الأنتي اللي متعب على المؤسسة يعني يبقون ينتظرون عطف المحافظ وإذا المحافظ كان مزاجه ورياضي مطاهم مكان رياضي يعني مثلا وضع الزوراء ميسر صحيح الزوراء اللي إحنا من كنا لاعبين كنا نتمنى شو كنت تجي لعبة الزوراء وتلعبوا ياهم لو تسجل عليهم لو تشوت عليهم يقول لك الزوراء ليش يلعب بأسرع أنا مقصد كلامي بأنه الأمور المادية أثرت على معظم أنديتنا ومن نفس الوقت نعشت وطورت باقية الأندية اللي تابعة المؤسسات لكن الزوراء حتى من جاهم دعم يعني كابتن أكو لاعبين ما جاهم دعم كابتن خيارات المدربين طبعاً ومن نتيجة التعاقدات يعني على سبيل المثال المنصوري شن اللي أضافه؟ المحترف المغربي اللي الزوراء الزين كابتن خلي أحكي لك شعلاً أولاً تحيي الكابتن أيوب كابتننا ومدربنا القدير وتحيي الكابتن حكيم وكادرة ومستحيل إخواننا كانوا متعصبين لو حقهم جمهوا ويحب يشوف فريقه بأفضل حاله وما يحبي يخسار بس المشكلة وين؟ المشكلة بأنه اللاعبين بدوا يحيروك بصراحة يعني أي مدرب يجي لعب هاي التشكيلة لأنه لا تبدو بيها من الحارس للمدافعين لاعبين بساط المهاجمين هم معظم هم لاعبين منتخب استثناء لاعب أو اثنين إذا ما استدعوهم يمكن إذا ملعب هاي الأسماء وصار عنده تلكع بالنتائج راح العالم تقول ليش ملعبت فلان فلان بس المشكلة اللاعب مستواهم مثابت متذرذب يعني مرة تشوف لاعبي بهرك وتكيف وتفرح بأنه أنت عندك إيش لعب وراح تقول لهذا اللاعب وين يعني وين كان وين راح شون مستواه وبصراحة إحنا مريد نبخز حق نادي بغداد وتحييل كابتن عصام اللاعبين بس القصد شنا نتمنى نشوف الزوراء اسمه ترى الزوراء موي واحد يجي متحك كابتن تعثر مع الحدود تعادل أربع اللاعبات ما عنده فوز بالدوري نرجع الموضوع بسبب فوز على الوصل احتمال يعني يعني نشعت احتمال نحن اللاعب العراقي هذا يشي متعلق بثقافة يعني معنات اذا فوز وهم يعني الجمهور كان لسبب رئيسه كلش بالفوز اكيد كابتن نرجع الموضوع الموضوع مهم جدا طبعا أغلب الاندية يعني يا سنت الشاهد الاندية العالمية وغيرها عندها جمعية عمومية هاي الجمعية تدعم النادي تدعم الماليا تدخل بالقرارات مع الإدارة باختيارات كثير من الأمور احنا هاي موجود عدنى هذا وموضوع مهم برأيك كابتن هل الاتحاد عنده نعم هو نحن بأسه ككورة كالاتحاد كمنتخب عدنه شي غير يصير بالاتحاد وبعدين يصير بالاندية هاي اللجنة الأمورية اللي تصير بالنادي من اللي نختارها؟ نعم وعليه اساسي يختارها؟ جمهور النادي واشتراك وغيرها اوكي لازم هاب يصير نادي وهذا ايه نادي استثماري استثماري ايه لا عدن نبقى نتوسل بالوزارات وناخذ المليارات ونطى يشره يعني انا بصراحة انا استدقرها من كابتن فلاح حسن الاسم الكبير بالرياضة يدق باب او يوقف على كاظم اليوم هميم وزير الرياضة والشباب وقابله حتى يترجى له وزير التعليم العالي يدعم النادي زين هسا هم سنين صار لهم ويرارحون بنفس المكان والمليارات يستلموها وتروح وماكو لا مؤسسة لا نادي لا انجاز زين انا خلا احنا نطلع عن الموضوع انا بس رح اقول لك شاء الله خلنا اخب نادي الشرطة يتصرفوا نعم تتوقع هذا المبلغ عشرة مليار كعقود وميزانية ونثرية وسفر وما عايز كاشرة البعدين شنو راح يستفادو شنو الدرع الدوري شنو الدرع الدوري شكيت راح يطوهم كابتن انجاز درع الدوري التمتكي سمح لي يوم الناس تصار على شنو بالبطولات او تتنافس احنا انا انا قصدي نعم انا القصدي قصدي مثلا انا نادي ما عندي ملعب نعم ملعب تدريب خلي نقول ما عندي ادارة نموذجية ما عندي شي استثماري ما عندي ارض هذا المبلغ اللي يجيني ننصه اجيب اوكي خلي اصبر سنتين ثلاثة بدون انجاز اكون لي قاعدة اكون لي ملعب اكون لي ارضية بنى تحتية والانجاز يجي قانوني لدي مفروض يعني قسم من المبالغ تروح للاستثمار بس طلع لي نادي شو هو المشكلة بالادارات كل مرحلة يتوسل المشكلة بالادارات بالادارات الادارة يجي اخذ فلوس يجيب زيد ويجيب عمار خاطر يفوس على هذا ويحصل فعل استثمار سوى هاي الجمعية اللي تضغط على النادي بالنتائج وغيرها انا شا اتمنى اتمنى اشوف انديتني كل نادي عنده ملعبه كل نادي عنده نادي ترفيهي مطاعم قاعات شي تجي يعني نادي الكرخ قبل انا شا اتلعب نادي الكرخ ما تشلنا محتاجين ايش عندنا استثمارات عندنا بنايات ومحلات وتجي وشوف الحد الان نادي الكرخ من افضل الاندية مع العلم ان نادي الكرخ متاع با احتقد المؤسسة لانا طبعا ياخذ من وزارة التربية لكن شي بسيط بس احتمادة اكثر شي وين عنده ايجارات وعقارات لو كل الاندية تشتغل هي شي ثق رياضة كافتن هو اللاعب بحد ذات استثمار هاي الفئات العمرية يجيبهم يعني اكو بنود بالعقود يعني لحد الان محمد صلاح حقوقه وينما ينتقل جاي دفعون السبب ها منهم الادارات الادارات حسان قبل قلت لك سبب الادارات يعني انت لما تكون عندك ادارة نموذجية اه اه انادي النفط انا ما اعلم انادي النادي النفط ادارة نموذجية تحيي الاخوان ابو شوقي واكبر دليل صارهم كم سنة بدهم فريقهم في تبيت مدربهم باستثناء الحالات الاخيرة اه اقدروا يلعبون بهاي البطولة ما لبطولة الشيخ اه قصدي لما يكون استقرار بالادارة بقية العرب بالسلة وغيرها كم ويكون الادارة ادارة الرياضية ومتفهمة بأمور الرياضة وتوفر اشياء اللي تنجح ما يخالف لا تنجح حسا انجح بعد 24 خلي صار عندك تخطيط بين انا الفين وخمس وعشرين انا اخذ دوري نعم اليابان مو دي يخططونا في النهائي دوري كرة السلة صعدة ومع الشرطة يعني شنو اكو اكو يعني ادارات صحيح نعم كم ادارة عدنا محترفة برايك بصراحة محترفة صعبة كم ادارة شايلة نفسها خلي نقول يعني انا اشوف اللي مستقرين هسا النفط والشرطة نعم نعم نفط ميسان الكارخ انا اعتقد المعظم الاندية النفطية هم مستقرين ليش لانه بسبب الاموال انت من تستقر ماديا مشاكلك تقل اكيد بس لما انها سناد الطلبة انا قريب على ناد الطلبة يعني حالهم مرثلة كابتن امامو طالبين بانجاز ونتاج فيلعبوا براحته اليوم جمهور الطلبة خسارتين بالبداية كانوا يهوسون الكابتن يحلي علوان ورا فترة يحلي علوان طالب او بيقال تمو اه لكن تشاهد ناد الكارخ استقر مع المدرب كريم سلمان فعلا نفط ميسان مع الكابتن نعم كابتن كابتن هو الانجاز الثاني والتسعة عشر ما نفس الشي لا اكاد اشلون يعني يعني مثلا اشي يقنعني خلي اقول لك ازين خلياني ابقى يشتر ازين يشارك بالاتحاد الاسيوي ابطال الاسيوي ابطال الاسيوي الريال مدريد مو العالم اشكلت عليه بانه كان بخيل لانه اريد يسوي يسوي اودات ملعب ملعب ايش فكر فكر قالك انا هذا الملعب بعد سنتين ثلاثة اخذ من عنده مبالغ اكثر من اللي خسارتها يعني تجارة تجارة فايحنا ليش منشتغله ليش ما احنا مثلا نشوف انه مكان ونبني ونبكان ما احنا مثلا انا احصل على الدورة الدورية 2019 خلي احصلها 2020 اي خلي احصلها 2023 اضافة انا هسا عندنا انا طبعا ادرب اكاديمية اسبانيول نعم طبعا عندنا مواحب نعم مو بس احنا ومؤظم لكلمين يعني هاي لو يستغلوها الادارات ويكونون بكم بس هلو بكم جماعة برنامج الكشاف اي خبر ما ادر ليعادر ايه اي دعايا لكم جماعة زميل امين شرات تحياتنا اليه والكابتن القصيمونير اي دعايا اليهم صارت كابتن يعني اه للتذكير طبعا العقوبة ما للحكام للمشاعد بس نعم 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 متأكد اي اعتقد وصل لك مسيج نعم مين هذا المسيج وصل لك كابتن اه اقرأ اقرأنا يا كابتن مين وصل لك اول شيء نعم الفضحة اي خلنعرف كابتن هذا الخبر من الكابتن هيثم تحياتنا الحكم يقول كابتن الخبر اللي قاف للمساعد فقط اساس القرار في هكذا حالات يعود للحكم المساعد وحسب تعليمات الاتحاد الدولي لان الحكم المساعد الوحيد الذي يقرر داخل وخارج منطقة الجزاء نعم زين انت رأيك بالتحليل الحكم مويد كاظم ايش قال تحليله كان منطق يقول الحكم صح الحكم هنا يقول العاقب الحكم صاحب القرار يقول له كانت داخل دك ضرب الجزاء ولغاهة كان من الممكن يعني يقول كابتن هيثم يعتمد عليه كابتن هيثم هو دي يقول التعليمات الاتحاد الدولي الحكم المساعد الوحيد الذي يقرر داخله وخارج منطقة الجزاء سل عقوبة كانت لي مصطفى الحمد يقول للمساعد ايه مويد سقد عاقبه والله اتوقع اربح تشار انا اسمعني ليس خبر نعم انا ممت تأكد من عنده بس انا اللي ادر به عاقبه والمساعد نعم كابتن خلينا ناخذ محور الحلقة يعني الوقت تدركنه رياضتنا وغياب القوانين وصراع المؤسسات الرياضية احبة المشاهدين هذا محور حلقتنا الرئيسي تأخرنا اليوم بالحوار والمتابعات لكن امور كلها مهمة كابتن شون اتقيم واقع الرياضة العراقية الحالي لكن اتلقى ايجابتك بعد هذا التقرير بعد اكثر من 15 عاما على تغيير نظام في العراق ما زالت جدل يثار حول اللجنة الاولمبية الوطنية والتي بقيت بين وصفها من الكيانات المنحلة من جهة واكتسابها الشرعية من اللجنة الاولمبية الدولية من جهة اخرى وبقيت على هذا الحال طوال السنين الماضية قبل ان تثار الازمة مؤخرا وتحديدا بعد اجراء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة على الرغم من عدم وجود قانون عراقية ينظم عملها ويعطي الشرعية لانتخاباتها عدة ايام مرت بين شد وجذب من قبل الطرفين حيث هددت وزارة الشباب والرياضة بقطع التمويل المالية عن اللجنة الاولمبية فيما تهدد الاولمبية العراقية باللجوء الى الاولمبية الدولية وتحذر من عقوبات قد تطال الرياضة العراقية لكن الايام الاخيرة شهدت بوادر حلا للازبة مع استجابة اللجنة الاولمبية لضغوط الحكومة متمثلة بوزارة الشباب والرياضة بعد حديث عن ملفات فساد في اللجنة ووجود اتحادات وهمية وملفات قد تطيح برؤوس كبيرة في اللجنة الاولمبية فيما يؤكل مهتمون في الشأن الرياضي ان اللجنة والوزارة في مركب واحد بالوصول الى شاطئ الامانة مشددين على ضرورة تقديم الدعم المتبادل بين الوزارة واللجنة من اجل الارتقاء بالرياضة العراقية ومع استمرار الجدل حول شرعية اللجنة الاولمبية من عدمها والحرب المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة يبدو ان الصراع حول الاراضي والممتلكات والمنشآت الرياضية هو الوقود الذي يغذي نار هذه الحرب بانتظار قانون يتناغم مع رغبات اللجنة الاولمبية الدولية ويقطع الطريقة امام الفساد والفاسدين لبرنامج الاسبوع الرياضي عبدالله رسالنا بغداد شكرا لزملاء في القسم الرياضي على هذا التقرير مثل ما يشاهدنا نحن نتمنى اليوم نتداخل مع كابتن هيتام حمد علي الحكم كابتن سهلتك شون تقيم واقع الرياضة العاقية؟ اعتقد انت والجمهور شافوا الواقع بعيونه نعم هاي رياضتنا صراعات صراعات امام الملأ مشاكل نعم واحد يتهم الثاني بالفساد المالي نعم توصل للضرب بالعيادة نعم واحد يحشني ثاني كلمات لا تاريخهم ولا اسمهم يشتحقها هاي بسبب غياب القوانين مثل ما احنا نوهنا عن عنوان الحلقة هاي صراعات المؤسسات الرياضية فعلا نعم كابتن انت انا رح الاخصلك المشكلة نعم لك والسادة المشاهدين اللي ما عدت فكرة على المشكلة المشكلة قانونية بحتة نعم اللجنة الاولمبية نعم بحثت خبر لللجنة الوطنية العراقية بانه لازم تجرين انتخابات واللجنة الاولمبية ما سوت الانتخابات الليش لانه ماكو قانون والحكومة قررت بانه ايقاف الانتخابات لحين تشريع قانون خاص بهاي الانتخابات والليش لانهو يقولون المكتب التنفيذي طبعا يعني حسب من 2004 حد الان نفس القانون اللي هم دي يشرعه طبعا كانت تتحجج اللجنة الاولمبية اللجنة الوطنية الدولية الاولمبية الدولية يعني نفس صبرها فقال لو صير الانتخابات لو انا عاقب الرياضة العراقية نعم سواوا الانتخابات اللجنة الاولمبية بس شنو بدون قبول الحكومة اللي هي متمثلة بوزارة الشباب السيد الوزير الشباب راحت تايلند واجتماع اللجنة العمومية 38 شرح لهم قالهم احنا ما عدنا قانون والحكومة هي اللي داعمة ماديا لللجنة ومن حقها يعني يكون لها رأي اللجنة الاولمبية الدولية قالت له ما طول الحكومة هي اللي تدعم ماديا من حقها تتابع الأمور المادية اللي هي التي تتعمها مجلس وزراء اصدر قانون ستين اثبت شكله لجنة ثلاثية نعم ورعاست وزير الشباب نعم وعضوية راعة حمودي واحتقد وممثل من دوار المقابة المالية نعم هذه اللجنة وفق القرار ستين رأيك بيها هل هي تعتبر تدخل حكومي في مؤخذة موافقة اللجنة الاولمبية كابتن نعود الى هذا الموضوع لكن الان مداخلة من الحكم الدولي هيثم حمد علي مساء الخير كابتن مساء الخير عليك السادة وعلى مشاهدي قناتكم المباركة تحية مني لك اولي الكابتن عقيل متعب ضيف البرنامج برنامج اسبوع رياضي تحية للكابتن عقيل متعب تحية لكابتن قبل قليل يعني كابتن عقيل قرار رسالتك انه بشأن الحالة اللي صارت في مباراة نفط الوسط ونفط الجنوب والعقوبة اللي توجهت للحكم المساعد مصطفى محمد ممكن تحدثنا عن الحالة شون يعني كابتن تم اعلانها انه ضربت جزاء اه كابتن فاي الحالات يعني الوحيد اللي يقدر يقرر انه الكرة كانت دخل مصطف الجزاء وغير مصطف الجزاء هو فقط الحكم المساعد نعم الخط الموازل خط المرمى هو اللي يكون مشاهد بصورة اصدر للحكم المساعد اللي راح يكون مع اخر ثاني مدارة نعم اي حكم بالعالم حكم ساحة ماذا يقدر يتحدث قرار هي حالة مشابهة حالة التسلل الحكم ساحة للماذا ينقرر حالة التسلل ولا يترر الحكم المساعد يقدر يقرر أنه أثناء الكرة ما تكون بالهواء دخلت الهدف أو خارج ما دخلت الهدف فقط الحكم المساعد يقدر يقرر كل المطلوب أنه الحكم المساعد هو اللي يقرر هذه الحالة ما يقع على عادة الحكم هي مسؤولية في هذه الحالة سيد لكن أنت من توجهت للحالة كنا نتحدث عنها آن وكابتن عقيل توجهت لها يعني كأنه جاء تعلن ضربة حرة وأنه ما جاء تعلن ضربة جزاء فألا في بداية الأمر الكرة بالهواء متبقية لأنه هي داخل أو خارج منطقة جزاء فأنا قررت أنه ضربة حرة خارج منطقة جزاء لكن بعد الاتصال من قبل الحكم المساعد قال لي أنه الخطأ حدث في داخل منطقة جزاء لمسة اليد ففي الحالة لازم ما نكون مع المساعد يعني هو تكون الرؤية بالنسبة إلى أوضح أكيد يفعلي أنه هل كانت الرؤية لك وارحم تأكد أنه الخطأ داخل منطقة جزاء قال أنا متأكد داخل منطقة جزاء بمثل هذه الحالات لا يجب على حكم باعتبار قرار حكم المساعد باعتبار أن الرؤية تكون له أفضل كابتن هيثم سلام عليكم وعليكم السلام شوانك حبيبي شوان خبارك شوانك الله حبيبي أنا كابتن عقيل يوك أتشرف يا كابتن عقيل أنا أريد أن أسألك إحنا حلمنا لطريقتك لاتخذ القرار قلت لكابتن هيثم كان خطواته بطيئة ومتأكد بأنه ضربة حرة خارج منطقة جزاء صح؟ أنا لا متأكد بأنه خارج منطقة جزاء لا يعني أنت كقرار الأول اللي اتخذته القرار الأول أنه ضربة حرة خارج منطقة جزاء خارج منطقة جزاء بعدين صال اتصاله يالحكم المساعد نعم بينه والقرار داخل منطقة جزاء أنا شفت الحكم العفو كابتن أنا شفت الحكم المساعد كان على خط يعني واحد مع اللاعبين وواضحة بعيدة يعني قريب على الحالة كابتن هيثم إذن ما كان أنت تقدر تدخل وتلغيها ويتسويها ضربة حرة مباشرة أو غير مباشرة أي حكم أي حكم كان هو الكابتن المساعد المصطفى كابتن أي حكم عالمي على مستوى العالم ما يقدر يتجاوز الحكم المساعد بمثل هذه الحالات لأن الكرة في الهواء يعني ما تقدر تتميز لو كانت الكرة في الأرض اللي كانت تتميز إنه دخلت داخل منطقة جزاء وقال لكن إذا تكون الكرة في الهواء مستحيل يقدر حكم مستحيل يميزها لازم تكون عادة سرعة الحكم أسرعة من الكرة بحيث يقدر يوصل إلى خط خط المواجه كابتن وما عدنا حكم عند الكانية أسرع من الكرة كابتن هيثم أنا حسب معلوماتي أنت ضابط شرطة يعني قراراتك تكون حاسمة يعني يعني قراراتك حاسمة بس أكد روما لازم نلتفن بها وصراحة يعني كابتن أنه ما ثبت أي مثلا أخطاء سابقة عندك ويعني الأمور كلها جيدة سابقة صراحة دون مجامل إن شاء الله لكن اتفاجئنا الجمهور الرياضي يتفاجئ بهذا الموضوع اللي صار كابتن أنا أشكركم أن يتوقفون للجمهور أنه هذا القرار مستحيل أي حكم بالعالم يقدر يتجاوز الحكم المساعد أنا قرار الصحية لكن لازم أرجع القرار الحكم المساعد باعتبار أنه هو المثل عن هذا الحالة لو لما أتبع الحكم المساعد كابتن هذه الحالة تصير بالعكس لأن وصلتنا رسالة من حكم دولي الحكم مويد كاظم حكم بالاتحاد الأميركي أيضا قال يعني الحالة لو عكسناها تصير صحيحة لكن هي حالة ما كان يستعين بالمساعد لكن يوحيل إذا هو مقتنع أنه خارج الجزاء يعني من دقه يوحيل بأنه فاول حتى ما يكونون بهذا الحرج ممكن هذا الموضوع لا هذا الحكام ماكو واحد يقول هذا أحرجه هذا أكو قانون نعم كل واحد إلى الطلاحية الخاصة نعم ما هو وضوح حرجة ومحرج يعني لو عكست الحالة نعم أنا فريت على قراري أنه الكرة خارج منطقة الجزاء وظهرت أنه هي داخل منطقة الجزاء رحانة عاقب تعتبار يقول لك الحكم المساعد رؤيته أوضح منك ليش ما تتبع الحكم المساعد أنت كنت قريب عن حالة كابتن هيثم كنت قريب عن حالة يعني حتى نفتب معه طبعا كابتن هيثم نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله يعني تجاوز هذه الأخطاء إن شاء الله يعني وأخطاء غير مقصودة نحن نعتبرها واني تحدثت عن الصافرة العراقية قبل هذا الموضوع وتحدثت عن نزاهة الصافرة العراقية اللي ما ثبت عليها أي سلبية في موضوع عفوا الرشا أو غيرها اللي تثار هنا وهناك في أغلب الدوريات نعم تفهم يعني حكم يتقبل لأنه يخطأ بحق سريع يصير قلة تركيز لحظات شروط ذهنية فإحنا ما نأخذ على ماقف إنه هذا الحكم خطأ كل الدوريات العالم مصر بها نعم وماكو حكم مصر عنده خطأ بس يتمنى يعني يتمنى من خلال برامجكم ونتوفر إنه بيش حالة مصر نحمل حكم في أحمد وشيك مبشي يسمى حكم الساحل سيد الساحل الحكم المساعد لقراراته يجب على الحكم الاستذار بها لكن من حقها الفرق كابتن هاي جهود فريق وفريق فايز وثلاث نقاط تروح من عنده نقطة يعني من حقها الفرق تتألم الجمهور طبعا كابتن لا تتصور إحنا ما تألمنا للخطأ أكيد حكيد حكم يتألم يعني يعني من يوم الخطأ اليوم الكل احنا حتنا نية على هذا الخطأ سواء بحق طريق النجف أو بحق أي فريق ثاني لما نقطة احنا ضمير غميل يعني منام مرتاحين نقطة بحق طريق حتى انتوا بخطأ سهول كابتن مداخلة أخيرة أنه بعض جماهير النجف صرحوا وقالوا أنه بسبب عدم السماح للكابتن مصطفى محمد الحكم المساعد بدخل سيارته أنه سوى هذه الحالة هذا يعني صارت مشكلة مع الكابتن قبل المباراة حسب معلوماتك لا ماكو هيش موضع حتى أن كانت هيش حالة وجودة مايوصل الحكم من هيش مستوى أنه في ضر فريق بسبب عدم دخول مرتاحة إلى داخل الملعب الحكم أكبر من هذا الحكم تهم السماحة يعني يعني هذ شنو مقابل السماحة اللي هسا ديت كنته مقابل دخول مرتاحة هو أكيد كابتن نعم طبعا شكرا المداخلتك والمعلومات القيمة ونتمنى لكم التوفيق والصافرة العراقية تحياتي لك وتحيات كابتن هيثم يعني مداخلة صحيحة أخذت من وقت البرنامج أخذت حتى من تحدث بها كثير بس ماذا خاطر أحنا أول ما تشتعني قلت لي انت لو شنت بالهذا شنو تعاقب قلت لك أسمحهم نعم بس أنت أسمعت أسمعتهم كابتن هيثم طبق القانون قال لك أنا اتخذت قرار بأنه ضرب حرة يقول أنا لو بالعكس مثل هي ضربة جزاء واني عالنها ضربة حرة أتعاقباني فعلا فقلت لك طبق القانون والكرة بملعب لك الحال نتمنى التوفيق للصافر العراقي نرجع لكابتن الموضوعنا طبعا برأيك هذا ما يعتبر تدخل حكومي يعني الوقت أدركنا يعني أمامنا عن سبع دقائق تدخل حكومي قبل الانتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية بعثت مبعوثها حيدر فرمان نعم واجتمع بالوزير واجتمع ويا راعد حمودي واجتمع وقالوا احنا ما عدنا مشكلة بالانتخابات بس هاي الانتخابات إذا صارت راح تتعارض ويا قانون الرياضة اللي أدنا ما عدنا قانون المشكلة بالقانون مو تتعارضوا القانون ما عدنا قانون يعني تتعارض بأنه قانون طلبوا تأجيل فطلبوا تأجيل لحين تشريع قانون سوى كابتر راعد حمودي أجرى الانتخابات أجرع الانتخابات ليش أجرعها خل السلاح بيده شن السلاح بأنه اللجنة الوطنة الأولمبية الدولية هددت بأنه إذا ما سووا انتخابات راح أحاك يعني عاقب الرياضة العراقية هذا الأمر ولد؟ ولد طبعا امتعاض حكومي طبعا امتعاض حكومي قررت الحكومة إيقاف الدعم المادي واللي تأثر به طبعا الإخوان الموظفين راح تأثر على مشاركات الأولمبية شكله اللجنة توزع الموال اللي صار يعني يا بنتونا القواني بنتونا البودرة ما الرواتف ليش ما ينتونا هاللجنة أولمبية هي هنا المشكلة كابتن اليوم هاس احنا حتى بالإعلام ما عرف شو ناس تدافع على الأولمبية انت قبل شوية طلعت زيارة الوزير الشباب الرياضة وليقى غرف مزدودة وكذا وين المشكلة خلي نحكيها بطقة بطقة نعم المشكلة الوزارة تقول اكبر الأولمبية فساد مالي شون فساد مالي نعم طلبت من الاتحادات بأنه تفتح حسابات جديدة نعم وتنطي ميزان يعني منهاجها السنوي والوزارة تحدد لهم ميزانية مانطو زين الوزارة واللجنة اللي رأسها اي ليش ما تنطون يعني تليش ما تقولون احنا منهاجنا كذا نحتاج كذا كذا وإحنا نطيقهم المبالغ أضافة اللي قلوهم ما تقصد انسحب البساط من تحت الأولمبية لا مهم خلوهم نفسهم موقف محرج من أولمبية نعم ليش ما لي ينطون القوائم من منطول القوائم أنا أحكي لك الحكومة يعني ما نقول نتمثل ببجارة الشباب ورياضة يتقول اتهم موظفين فضائيين ومعظم يقولون معظم اللي يطلعوا بالمظاهرة هم ما كانوا موظفين أصلا نعم يعني أكوناس تستلم رواتب يعني حسب ما يقال الآن يبريء منه تستلم رواتب وهم موظفين بناء على هاي من اللي تأذى من شهر الثاني وقف توقفت الرواتب تأذى الموظف نعم اللي يداوم تتأثر مشاركاتنا الأولمبية لأننا مشاركة أولمبية أعتقد بعد أقل السنة بطوكي نعم ادخل الكافتن رئيسنا الكهرباء على الأسدي نعم شكل ودي وجاء القوائم بس هالقوائم مو أصولية ورسلية قالوا راح نمشيها الشهر فمشوها ومطورة واتب على فكرة الإعلام كان إلى دور بتعجيج الموقف كيف الإعلام؟ شو نعم أكوناس استغلت بإنهم مثلا تستضيف واحد مننا وتستضيف واحد مننا تباعدة صارت فجوة كابتن الإعلام اليوم مو يباعد اليوم يريد يوصل هسا إحنا اليوم من نتحدث ما عندنا مصلحة لاوينة أولمبية شنو غاية ولا مع الوزارة الشباب غايتنا نشوف رياضتنا بأفضل حال لكن هسا اليوم أنا جاي نتحدث نحن جاي نخلق مشكلة مثلا لا مو نتخلق مشكلة بس آني مثلا إذا كنت بوجارة الشباب أو إذا كنت باللجنة الأولمبية راح أحكي الشي يفيدني القناة الثانية راح تحكي شي ثاني فصارت فجوة بين الجهتين طبعا بقتلنا دقيقتين كابتن لكن كابتن موضوع الإعلام يعني هذا علي أكثر من علامة السفر أنا مو يخلط المشاكل أنا دا أقول لك بأنه الفجوة كبرت بسبب التصريحات كابتن هي الفجوة موجودة من أجر والانتخابات بدون قوانين الفجوة من جلس الكابتن راعد حمودي مع وزير الشباب ومجموعة من الرياضيين واتفقوا على تأجيل الانتخابات وبعدين أنه أجر الانتخابات على فكرة إحنا لدقيقتين جريدة الملاعب أعتقد توقفت نعم اتحاد المصارع أعتقد توقف نعم وطبعا هاي إحنا نلخصها المشكلة الكرة ملعب الأولمبية تستار على فكرة مسودة القانون موجودة حاليا لكن اليوم أكو تصريح اليوم أنه عضو لجنة النزاهة البرلمانية سيد كاظم الصيادي ناشد رئيس الوزراء بالحد ووقف تدخل وزير الشباب ورياضة سيد أحمد العبيدي في عمل اللجنة الأولمبية يعني هذا هي أقول لك أقول لك هي حكومة وبرلمان ما متفقه أنت تقول الإعلام مثلا أجج الموضوع ما أعتقد أنا وجهة نظري وأنا يعني مختنع به نعم حسنة جاي تشوف يعني السلطة التنفيذية الحكومة جاي تقول لك يا با أنه الأولمبية ومبعت له ضوابه ما جهة تقير ليه الأولمبية ليش ما تتطيني القوائم وخلصت القوائم وانط الأسماء وانط ميزانية اللي تحتاجيها وانط منهاجك السنوي وانح الموضوع نعم ليش ورفعه بينما يتم مجراء للتصويت على القانون أقدم المسودة والوزير هو يعني سر راح قال راح يسر قانون انتخابات لكل مفاصلة هذه الهوة بين وزارة الشباب والأولمبية طبعا هناك من يقول أنه قديمة وهذه الصراعة موجودة في عهد الوزارة السابقين سيد جاسم محمد جعف من 2004 هاي المشكلة سيد عبد العسيان عبطان يعني مو حديثة كابتن المشكلة من 2004 تهمه المكتب التنفيذي بأنه هو يأسس القانون حسن محب نعم خاضر هم يأسس القانون هاي المشكلة كلها وإحنا اللي تحدثني سببها غياب القوانين كابتن طبعا إن شاء الله نلتقيك بحلقة قادمة تعبت وتكون وتكون القوانين موجودة إن شاء الله إن شاء الله وإن شاهدك أيضا أنت في مهام تدريبية في الأندية أو المنتخبات الوطنية مع تزازنا بأكاديمية سبونيول وغيرها أنت مكانك أكبر إن شاء الله إن شاء الله أنا ممنون إن شاء الله شكرا فرص سعيد شرفتان الله يبارك بك وأيضا كل الشكر والتقدير للكابتن الحكم الدولي هيثم محمد علي اللي داخل معنا بالبرنامج أما أنتم ما حبت المشاهدين فشكرا لكم على حسن الأصغاء والمتابعة ألتقيكم في حلقات مقبلة دمتم وفي رعاة الله وعلا ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم